اشتركوا في القناة ليس من الممتع ان تنظروا الى اللوحات دون اي تفكير عنها تخيلوا بحرية انكم تسافرون الى اللوحات بينما تنظرون اليها مع التخيل ستشعرون بالمتعة اكثر بكثير اذا هل نسافر الى لوحات جوخ الان مباشرة؟ هذا بورتوريذ ذاتي لجوخ مفهومه البرتوريذ ذاتي هو رسم الذات كان قد رسم البرتوريذ ذاتي ويبلغ عدد رسماته اربعين تقريبا ما رأيكم ان ننظر الى رسماته الاخرى من البرتوريذ ذاتي؟ يختلف الاحساس حسب الالوان المستخدمة ليس كذلك؟ هكذا قد رسم نفسه ولكنه كان يرسم بطرق مختلفة فتكون المتعة اكبر بكثير هذا الرسم الورد الذي رسمه تتناسب البتلات الزرقاء والعشب الاخضر بشكل جميل قد رسم الكثير من الورود المتنوعة غيرها ايضا واو انها جميلة جدا احساس الورود الموجود في اليسار واليمين مختلف كان يحب اللون الاصفر جدا وكان يسكن في بيت اصفر ايضا ربما لهذا كان يحب عباد الشمس ايضا في النهاية سنرسم هذا الورد معاً وسنلونه مثل قوخ سيكون ممتعاً أليس كذلك؟ إذن هل نرسمه؟ أرسم دائرة في الوسط ودائرة كبيرة أرسم بشكل خفيف لأننا سنمسحها نرسم ثلاث دوائر هكذا ونرسم الجتعة في الوسط وبعد ذلك سنرسم البتلات نرسم البتلات هكذا لتلمس أطراف البتلات الدائرة الكبيرة ترجمة نانسي قنقر يمكننا أن نرسمها كلها بنفس الشكل أو من الجيد أن نرسمها هكذا كأنها حقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 وإذا كان صعب عليكم أن تفرقوا بين البتلات وأوراق الشجر من الجيد أن نرسم شكل أوراق الشجر هكذا موسيقى موسيقى وارسموا بطريقة يمكنكم التمييز بينهما بها موسيقى 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 أولا لون البتلات باللون الأصفر موسيقى 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 إذا كنتم لا تريدون لونا غير مهندا بخلط اللون مع القلب الرصاص موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة نرسوها كذا بشكل غامق إلى حد ما بهذه الطريقة ليكون الإحساس فاتحاً تدريجياً كلما اتجهنا للخارج وهنا بالوسط طرس بطريقة تنقيط ليبدو أنه عبد الشمس لونوا بأنفسكم بحرية بهذه الطريقة أوقفوا الشاشة لوقت قصير ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة قد أكملت هكذا كيف رسمتم يا أعزائي؟ نعم كيف كانت المحاضرة اليوم؟ ليس من الممتع أن ترسموا كما أرسم بنفس الطريقة من الأفضل أن تتأملوا اللوحات المتعددة وتحاولوا رسمها بطريقتكم الخاصة حتى وإن كنتم ترسمون لوحات مشابهة إذن هيا نتقابل في المحاضرة القادمة يا أعزائي مع السلامة